أحبائي الرب يسوع حرر عدة ناس في كلمة الله في مرة كان واحد مسكون اسمه لاجئون يعني كتيبة والكتيبة الرومانية عادة ستة الاف جندي تخيل واحد مسكون بألاف الشياطين الرب يسوع حرروا وكان هذا اللاجئون الملبوس بالعفريت بالأرواح الشريرة كان بيقطع الحديد وكان بيجرح نفسه كان بيصيح وبيسكن في القبور المسيح حرروا وصار خادم ليسوع المسيح المسيح حرر المرأة الزانية خلصها من خطيتها وأعطاها الحرية ما دانهاش بل بالعكس أن تكون ابنة الرب حرر زكة من حب المال كم من الناس المستعبدة ومقيدة في المال لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاهوا قومهم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة في ناس كتير مستعبدة للمال عايش حياتها بسبب المال بتبيع ضميرها بتبيع أبوها بتبيع أمها بتبيع وطنها بتبيع دينها من أجل المال تعرفوا الرب حرر كتير ناس أصلا خدمة الرب يسوع المسيح خدمة حرية في لوقة أربعة قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة سنة اليبيل العبيد بتتحرر والأرض بتتحرر وكل شيء بتتحرر سنة هتاف فرح عيد الأرض يعني كل شيء بيتحرر في هذه السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر